حب من طرف واحد هي طبيعة المفاوضات بين جواو فليكس والهلال السعودي حيث طالعتنا صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان جواو فليكس الهلال يريده وهو يريد برشلونة قالت تقارير صحفية إن إدارة برشلونة قد وضعت اللاعب البرتغالي جواو فليكس لاعب أتليتيكو مادريد ضمن قائمة مختصرة من خمسة لاعبي يستهدف النادي تعاقدا مع أحدهم بعد إنهاء صفقة بيع الفرنسي عثمان ديمبلي في المقابل قال الصحفي المطلع على سوق الانتقالات فبريزيو رومانو إن الهلال السعودي قد اقترب من التعاقد مع جواو فليكس حيث يضع العملاق السعودي أنظره على اللاعب البرتغالي الدولي ويزعم رومانو أن الهلال مستعد لعرض صفقة إعارة لمدة عام على فليكس الذي تبلغ قيمته السوقية خمسين مليون يورو وأن الكرة الآن بملعب جواو وقال رومانو إن خيسوس مدرب الهلال اتصل بجواو عدة مرات لإقناعه بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية إلا أن اللاعب ما زال يأمل في الانتقال لبرشلونة حسب الصحفي الإيطالي في الوقت الحالي هناك شيء واحد مؤكد وأن المهاجم الشاب 23 عاما سيغادر أتليتيكو مدريد هذا الصيف رغم أن عقده مستمر مع نادي العاصمة لإسبانيا حتى صيف 2027 طبعا الهلال السعودي ما يزال يطمع بالتعاقد مع اسم كبير على غرار الخيبات التي مني بها مع ميسي إمبابي وأخيرا النيجيري أسمين فهل يتمكن من خطف قلب الشاب البرتغالي هذا التساؤل ربما تجيب عنه الأيام المقبلة بالله